أصحاب المنشآت الفردية دول عادة بتبقى أنشطة بسيطة فممكن حضرتك جدا الممول السنة اللي فاتي تقدم الإكرار الضريبي ومهتم مش أبدا أنه هو يحتفظ باسم المستجدم وكلمة السر اللي بيخش بيها على المنظومة عشان يقدم إكراره الضريبي فييجي السنة دي يقدم إكراره الضريبي ما معايش مش معاي ده راح مني فإحنا لو حصلت المشكلة دي عند حد من اللي بيسمعنا بنقوله روح المأمورية هتلاقي هناك في المأمورية فريق عمل يساعدك ويديك البيانات اللي تقدر تخش بيها وتقدم إكرارك الضريبي لو أنت ما أنتش عايز تنزل وتروح المأمورية أنا أصلا ما أنش عايز طول الوقت أن أنا أحتك بالمصلحة دي وإحنا عملنا كل الميكان اللي احنا بنعملها دي عشان نقلل من احتكاك مأمور الضريب بالممول احنا مش عايزين القصة دي بنقولك عندك أكتر من وسيلة عندك احنا عندنا خط يعني مش هقول خط ساخن ولكن عندنا مركز اتصالات متكامل مركز اتصالات متكامل اللي هو 16 395 16 395 ده ممكن حضرتك لو أنت عندك مشكلة وأنت بتقدم الإكرار بتتواصل معهم هم بيفضلوا معاك على التليفون لحقدم حضرتك تقدم إكرارك الضريبي عندك سؤال بيجاوب عليه عندك استفسار بيجاوب عليه عندك مشكلة ممكن تعرضها عليهم احنا طول الوقت يعني متواصلين ومهتمين جدا بالتواصل مع المجتمع الضريبي لأن احنا بنشعر أن أنا مسألة التوعية وأن أنا أتعامل مع ممول واعي بحقوقه والتزاماته دي مسألة مهمة جدا مسألة مهمة للممول نفسه أنك أنت يا أستاذ يوسف تبقى عارف حقوقك والتزاماتك الضريبية لأنك لما تبقى عارف التزاماتك الضريبية وتؤديها بالشكل اللي القانون رسمه لأ حضرتك أنت يعني تشوف حشت مثلا كده وبعدت عن 80-90% من الضريب اللي بتحصل مع مصلحة الضريب في نفس الوقت أنا بالنسبالي لما بتعامل مع ممول واعي بحقوقه والتزاماته ده لي مرضود إيجابي علي أنا كمصلحة الضريب وعشان كده أنت هتلاقينا طول الوقت إحنا موجودين في الغرف التجارية موجودين في التحدي الصناعات موجودين في النقابات إحنا بنعمل ندوات أونلاين على مدار الأسبوع مجانية للمجتمع الضريبي بيحضر فيها ممولين ومحاسبين بنتحور معهم بنعرف مشاكلهم بنجاوب على الأسئلة بتاعتهم إحنا كمصلحة الضريب عندنا حساب